بسم الله الرحمن الرحيم عزاء المشاهدين انتقل إلى رحمة الله تعالى فضيلة الشيخ أحمد القطان فضيلة الشيخ أحمد داعية إسلامي من دولة الكويت الحبيبة الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته هذا هو الإنسان اللي لا بد كلنا إحنا المسلمين نترحم عليه لا بد إحنا كلنا المسلمين نستغفر له لا بد إحنا كلنا المسلمين ندعو له بالرحمة والمغفرة ودخول الجنة وندعي له بالخير ولا نختلف لا نختلف للأسف إحنا الآن سرنا في زمن صاروا كثير من عيالنا يترحمون على الكفار يترحمون على المشركين يترحمون على بعض الزناة وبعض المفسدين ومنتحرين والناس الملحدين يترحمون عليهم لا والله هذا هو الإنسان اللي المفروض كل الأمة كل الأمة تجتمع على أن تدعي له بالرحمة والمغفرة ودخول الجنة آمين يا رب العالمين اللي ما يعرف فضيلة الشيخ أحمد القطان الشيخ أحمد من أشهر الخطباء والدعاء خاصة في منطقة الخليج يمكن ذيك الأيام وهو اشتهر في الثمانينات كان خطيب مشهور في الثمانينات أخواني الكرام وفي بداية التسعينات يمكن كثير من الناس عندنا في الدول العربية ما يعرفونه ولكن لا كانت له شهرة كبيرة كبيرة في منطقة الخليج وكنا حتى أنا شخصيا كنا نسمع شرايطه هذه كلام كان فيه شرايط ما فيه سيديهات وما سيديهات وفلاش كنا نسمع شرايطه والله في فترة الثمانينات واشتهر الشيخ أحمد الله يرحمه ويغفر له بخطبة الحماسية كان حماسي وكان شديد في الحق وكان الله يرحمه من أكبر أكبر الداعمين لقضية فلسطين وقضية المسجد الأقصى وكان شديد وقوي جدا على الصهاينة وفضح الصهاينة وفضح المعتدي الغاشم المحتل لأرض فلسطين الشيخ أحمد القطان كان من أكثر من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وكان لا يخاف في الله لو متلأم لدرجة أنه كان يتكلم حتى عن بعض الحكام ويذكر بعض الحكام بالأسماء لدرجة أن وزارة الأوقاف الكويتية أوقفت عن الخطابة أعتقد في بداية التسعينات ورفض رفض أن رغم أن وزارة الأوقاف قالوا لك ما نبي نوقفك أنت إنسان داعية معروف والكل يحبك ولا نريد أن نوقفك لكن على الأقل تلتزم بالقوانين ولا تحط حكومة الكويت يعني قالوا له وزارة الأوقاف ما نبي الحكومة تنحط في إحراجات أنك تذكر أسماء بعض الحكام فيعني وقع على تعهد أنك تلتزم بالمواثيق وتلتزم بالقوانين ولكن فضيلة الشيخ أحمد الله سبحانه وتعالى يا ربي رحمه رفض رفض أنه يوقع وقالوا لهم يدخلون على راحتي يا ما في يا ما بي أخطب ففعلا الشيخ أحمد القطان مواقفه كانت يعني رجولية وقوية وشديدة في خدمة الإسلام والمسلمين كذلك في الجانب الآخر لا ننسى أيضا أسلوبه الطيب كان إنسان طيب كان إنسان هين كان إنسان لين نعم قوي في الحق ولكن كل الكل كان يعني يشهد له بالأخلاق وبالمعشر حسن المعشر ويمكن إحنا كنا حتى مؤخرا نشوف لبعض المقابلات دائما الابتسام على وجهه دائما وجهه ما شاء الله تبارك الله منور إنسان يعني يا رب يا رب يا رب إن الله سبحانه وتعالى يلحقه بالأنبياء والشهداء والمتقين والصالحين ويحشر يا رب مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة هذا هو الإنسان اللي فعلا إحنا نفتخر فيه كمسلمين هذا هو الإنسان اللي للأسف أنا متأكد أنه الآن كثير من القنوات وكثير من التلفزيونات وكثير من الناس الخمة لن حتى يذكرون أي كلمة عن وفاة هذا الإنسان وفي نفس الوقت لو مات إنسان ساقط لاقط إنسان داعر لو مات ممثل لو ماتت إنسانه والعياذ بلا رقاصة لا كانوا يشغلوا قنواتهم بيعني يوم كامل وأيام يتكلمون عن تاريخ وعن الفساد اللي كانوا يفسدونها في الأمة هالأنجاس هذا وكانوا يشغلوا القناة كلها لأغانيهم ولأفلامهم وسيرتهم الذاتية لكن لا والله إحنا المسلمين نفتخر بأمثال الشيخ أحمد القطان الشيخ أحمد القطان هذا الإنسان ينحط على الرأس وأنا ومن خلال هذه الحلقة ما بقول أنا عزي أهل الكويت بس لا والله إحنا نعزي أنفسنا كلنا كلنا نعزي أنفسنا لأن هذا الإنسان يعني إحنا كلنا نعتبره تاج على الرأس ونعتبره يعني قريب لنا وأخ لنا وهو فعلا أخونا في الإسلام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه ويتغمده الفردوس ويتغمده بواسع رحمته ويدخل الفردوس الأعلى آمين يا رب العالمين عظم الله أجركم يا مسلمين عظم الله أجركم أخواننا في الكويت عظم الله أجركم أخواننا في كل مكان وأنا أدعو جميع شبابنا اللي يمكن ما يعرف الأستاذ الشيخ أحمد القطان أنه يبحث عن مقاطعه ياريت ياريت أنه مقاطع القديمة وخطبة الحماسية القديمة ياريت يعني ما أدري والله إذا هي موجودة على اليوتيوب أو لا أو موجودة في وسائل التواصل ياريت اللي عنده الشرائط القديم هذه يرفعها والله فعلا كانت عنده خطب يعني من أروع ما يمكن سواء كانت في الدفاع عن الإسلام ولا في الدفاع عن المسجد الأقصى ولا حتى في الأمور السلوكية والأخلاقيات وتعليم الإسلام وكان أسلوبه أيضا كثير يعطي قصص ويعطي يعني فعلا الله يرحمه فعلا الأمة احنا منبقة والله أرجوكم مين بقى عندنا من الدعاء مين بقى عندنا من الناس الملتزمين فعلا فعلا من علامات الساعة قبض العلماء ويعني الآن اللي موجودين على الساحة قليل 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 منهم اللي فعلا مخلص لدينا ومخلص للمسلمين وابتلينا في هذا الزمن بمجموعة من الخمة اللي يتاجرون بالدين اللي همهم التطبيل للحكام اللي همهم التطبيل للتطبيع مع الصهاينة اللي همهم إنه يزورون ويكذبون على الله ويكذبون على الرسول ويكذبون في تفسير القرآن ويزورون في تفسير حديث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لا أريد أن أطيل إخواني الكرام الله يرحم الشيخ أحمد القطان ويدخلها الجنة آمين يا رب العالمين ومن أهل الفردوس الأعلى أتمنى الرسالة تكون وصلت